هنا قمي بتقول ليوكي إلحق إيزومي مجالش المدرسة يوكي بيقول لها على مالك ما هو بعت لرسالة إنه هو مش حييجي ولازم أسجله الملاحظات شيكو بتزعل وبتقول هو ليه ما قاليش طبعا يوكي بيتفاجئ وبيقول خلاص أكيد حتفرمني هنا بيقول له مانا إيه زنبي إذا إيزومي بيسق فيه وقال لي إنه هو مش حييجي ماي قالت يا ريت ما تتكلمش كده لو سمعتك شيكو أكيد حتزعل وبيقول له أمي إيه دا هي الشيكو دلوقتي بتكرهني ولا إيه قالت فأكيد ما بتكرهكش وبتتكلم عندك دلوقتي بخير طبعا دا العكس وهي الزعلانة وأكيد حتفرمو هنا بيجيو بيقول لهم أنا ما عملتش أي حاجة هو اللي تصل فيه يعني أنا ما عملتش أي غلط وبتجي فجأة كأنه ما فيش أي حاجة وبتقول له يوكي ممكن تجي معايا علشان نشتري حاجات لإزومي طبعا أمي البدا تفاجئ وبتقول لمايا المهمة عندك لازم تروح وترق بيهم والتفاجئهم حيعملوا إيه وهم رايحين مع بعض قالت له خلينا نروح نشتري حاجات وانت نسيت ولا إيه وبتخيره ناخد دي ولا دي وطبعا بيختر الكيس دا بس بيقول هي ليه سألتني وقالت لي بإسم الغديم طبعا هنا بتكسب وبيقول لها استني هو أنت ليه نديسيني بقصاني وبتروح جاري وطبعا بترجع وبتقول له بص دي شايتها علشانك قال له وانت ما اخترتهاش على إزومي قالت له قلت لك علشانك انت هنا بتدت تقول له ياريت ما تتكلمش كتير وهم رايحين طبعا كانت مايا قادة كانوا مفيش أي حاجة وبيتفاجئوا لما بيشوفوها هنا بتقولهم خلاص أنا دلوقتي عرفت كل حاجة كنت برقبكم بالسر وقالت لشيكو هو أنت عندك أخوك اسمه أساي صح؟ أكبر منك هنا بتتفاجئ شيكو قادت له وانت ازاي عرفته مايا قادت له باختصار انت بتعامني يوكي زي أخوك الأكبر أساي صح؟ شيكو قادت له انت فضحتيني أما يوكي قال لها بجد هو أنت زي عرفتي؟ أمايا قادت له ما تسألش كتير ده ما يخصك شيكو قادت له بصراحة انت بتتعامل زي أخويا يوكي قال خلاص أنا دلوقتي تطمنت أهم حاجة انها مش هتفرهمني أما إزومي كان تعبان وراحوا يزروه وراحوا بسرعة أمايا وشيكو خرجوا مع بعض أمايا قادت له إحنا الاثنين مع بعض بس هب بيشوفوا كامية كمان في الملوف وبيروحوا عندها بس طبعا أمايا معجبة بيها وبتروح جاري عندها وقت له ممكن نخرج مع بعض وبيفضلوا يتمشوا في الملوف وبيروحوا يلعبوا بالدبا دي بدول وكانوا قريبين من بعض أصدي على شيكو وأمايا كانوا متفقين وكانت بتبص عليهم أمايا من بعيد وتصوروا كمان مع بعض هنا قالت لشيكو هو أنت عندك مهنة تلعاب اللعبة دي؟ وقت له بصراحة مش بعرف ألعبها بس حجرب ولما بتلعب بتكسب كل الأكلات دي وكمية بتتفاجئ بس بتديهم لكمية قالت لها دل من حقك وأنا مش متعودة أي حد يديني حاجة علشان كده حدي كده وده المقابل وبكده إحنا متعدلين أمي كانت لسه بترائبهم من بعيد وشافتهم قد إيه كانوا مبسوطين مع بعض وافتجهت لما كانوا في المدرسة وكانت بتطلب من كمية أن هم يخرجوا مع بعض بس دائما كمية كانت بتعتذر منها وقالت أول مرة شوف كمية مبسوطة وقالت دا المهم وبتروح بتطبع عليهم وقالت لهم خلينا نروح نلعب كرة الخدم وبتجيبهم للملعب دا بس بيطبع عليهم من الاتنين دول وقال لهم إحنا حنستخدم الملعب دا عشان كده لازم تروحوا كمية بتتكلم معهم وكل احترام قد لهم ما كنتش عارفة أن الملعب محجوز وبتعجبهم طريقة كلامها شيكو قد لهم خلينا نروح لمكان تاني والبنت دي بتقول لهم لعبة من واحد لواحد ممل خلينا نلعب كفريق إلا إذا كنتوا خايفين تخسروا طبعا ما يعرفوش أن مع الشيكو كمية ما فيش حاجة اسمها خوف ولا خسارة وبيستعدوا لهم أمي والبنت دي حيكونوا الحكم وابتدوا يلعبوا طبعا كمية كانت بتلعب بطريقة رهيبة حتى شيكو اللي اتنين محترفين بس البنت دي بتبص عليهم وطبعا هم اللي بيكسبوا واللتنين دول بيغمى عليهم هنا بيقول لهم خلينا نتصور صورة كذي تجارية يعني ان احنا اللي غلبناكم ها هنا وهما راجعين بتقول لهم كمية المرة جاية خلينا نخرج مع بعض بس كأصدقائها قالت لا شيكو طبعا أنا مبسوطة علشان خرجنا النهاردة هنا أمي بتقول لها بصراحة النهاردة كنت مبسوطة مزي عوايدك يعني كنت بتضحكي صراحة تفجأت بس أنا مبسوطة كمية بتقف وبتقول لها أمي بخصوص الماضي أنا عايز اعتذر منك دائما كنت بتطلب مني ان احنا نخرج مع بعض بس أنا كنت برفض وماي قالت له خلاص مافيش مشكلة أنا أصلا نسيت كل حاجة أصلا انت بنت لطيفة وانا بحب بعمل أي حاجة ها هنا هما راجعين بتقول لها بس أنا لازم أعرف عنك كل حاجة خلينا فكر كده بس ما بتجاوبهاش هنا بتقول لها صحيح وانت عارفة اني إزومي وشيكو بيخرجو مع بعض طبعا كمية بتسرح كده وبتفتكر اللي حصل بينه وبين إزومي بس طبعا ما بتتخيلش التفاصيل ها وبتقولك انها مش مهتمة هنا بتقول لها أمي أنا أسفة بصراحة أنا عارفة اني بخبية جواكي حزن يعني هي حسة بيها وقالت لها ايه اللي غيرك بتقول لها انه في شخص قال لي لازم تغدري أي إحساس جواكي طبعا أصدعه على شيكو بس دلوقتي مش هقولك يمكن في يوم أقولك ها أمي بتقولها هم حاجة اني انت تغيرتي ودلوقتي بيستهدوا للمعرجان الرياضي حيلعبوا لعبة الصباق ولازم يكون كل فريق مع بعض إزومي بيقول خلاص أنا مش هنفع في أي حاجة وحخيب أمي الشيكو فيها طبعا بياخد الوراء بتاته وبييجي معه البنت البردة دي مايا وله وانتي جدي معايا وطبعا شيكو بتتبادل مع البنت دي علشان تكون مع إزومي زي كل مرة بيجي إزومي عندي شيوكي وبيقوله احنا نقصنا شاب وبنت طبعا يوكي بيقول لنا معاكم وقمي بتقول لهم وأنا كمان وبيروحي يشكر يوكي طبعا بتكون هنا شيكو متغازة وبتقول لها خلاص لازم تتعودي هنا بيفضلوا يجهزوا للصباق بيجهزوا الخطط بتاعتهم من الكلام ده وبتيجي تقول ان هم حيبضلوا مع بعضا للنهاية بس يوكي بيزبقها وبيقولها وبتقول لهم وانت ليه بتعمل معايا كده وقال لها طب انتي دي زعلانا أصلا أما البنت البردة دي فبتنام هنا بيبدأوا التمرين وبتقول لهم مايا ما تخافوش اعتمدوا علي نعم يا ماما وبتبدأ تجري أما يوكي بيقول إذا بتمشي ولا بتجري ايه زومي بيقول لها وإحنا بدأنا بكده حشوفك انت كمان وبتقدر تديها العصايا بس بيقع شيكو بتقول له خلاص ما فيش مشكلة وبيجتمعه مع بعض شيكو بتقول لهم احنا لازم نكسبها ولازم ندعم ايه زومي ومايا ايه زومي بيحس انه هو خلاص فاشل ومش قادر يعمل اي حاجة حتى مايع فكرة هنا بتقول له شيكو خلاص انا معاك وبيقول لهم يوكي احنا دلوقتي حنروح بس انتوا لازم تتدربوا اكتر من كده هنا ايه زومي بيقول لها يلا استعدي يا ماما لازم نتدرب كتير ها وبتقول له انا موفقة اصلا وبيبضلوا يتدربوا هي بتتعب وبتقول له خلينا ناخد استراحة قصيرة ايه زومي بيحس انه هو ضغط عليها حبيتين وبيعتذر منها قالت له بالعكس انا مبسوطة عايزة اعمل حاجة علشاني وكمان علشان اصحابي وتاني يوم بيبدأ المهرجان ايه زومي بيقول دلوقتي حنحصد النتائج احنا تعبنوا اكت حننجح وبيبدأوا يلعبوا اول لعبة اللي هي الحصان اوماي كانت مصدومة يعني انه ايه زومي عنده كل القوة دي وطبعا كانت شيكو فخورة بيه بس هب بيجوا انهم خسرين اوماي قالت له بصراحة كنت متوقع مع انه اتفاجأت حبيتين شيكو طبعا بتقول خلاص مفيش مشكلة يعني هنا ابتدت مايا البنت البردة بس بصراحة كانت خطيرة كانت السلة عالية جدا وقدرت انه هي دخل اربع كلها متفاجئ ازاي مايا بتلعب كده ومع ذلك يوكي وماي بيدحكوا عليها شيكو قاتلها ما يهمكش انت لعبتي بطريقة رهيبة مايا كانت مكسوفة وفي نفس الوقت كانت فخورة بالنفسها ايه زومي قالهم دلوقتي وقتكم ولازم تكسبوها شيكو قالت لمايا اهم حاجة ان احنا مع بعض مش مهم من اللي هيكسب ايه زومي كان بيشجع اوماي وقالت له مش هتندم حتشوف دلوقتي وابتدت دور بتاعها وابتدت بتجري وقدرت تدي العصايا لمايا وابتدت بتجري مايا بس كانت تعبانا وعرقانا واب بتقع اوماي وشيكو بيقولوا مش وقت دلوقتي خالص طبعا ايه زومي بيقولها دلوقتي في عندك وقت تقدري تجري دلوقتي وبتحاول مايا ان هي تجري وبتدي العصايا لإيه زومي خلاص دلوقتي اهتمت علي وابتدى يجري وقال انا لازم اجي قدام الشخص ده على الاقل بس هوب كان هو كمان حيقع بس بيقول مستحيل استسلم وبيبص على شيكو بيلاقيها بتضحك له وبيضر ان هو يجري اكتر واكتر وبيديها العصايا وبييجي دور شيكو اللي هي اصلا بطلة في الجاري وبتفضل تجري بسرعة كبيرة حتى يوكي بيقول بجد دي سرعتها قوية جدا وابتقدر تدي العصايا ليوكي ويوكي خلاص انتها المطاف بيه هنا وقدر ان هو يكسب وخلاص هب هم اللي كسبوا يومي راح جاني عندي شيكو وحضمها هي كانت مكسوفة بس هو ناسي نفسه خالص قال لانا عايزة عايز انت كنت رائعة قالت له وانت كمان اما مايا خلاص ما بقيتتي البنت البردة اهي نفعتهم في حاجة يعني قالت لهم احنا في المرتبة الاولى وكمان بصراحة لا بكان مسلي اتفاجئوا من كلامها وابتدوا يضحكوا وكل ده علشان العلم ده رقم واحد واخد الصورة التذكرية معاه وخلاص الملخص